ترجمة نانسي قنقر سواء المسنين سواء الأطفال يتامة بس دائما نحس أنه في نقص في دعم النزلاء أو بين قوسين السجناء بالأخص السيدات وسابقا كان التسجون هو مكان لتنفيذ الأحكام بس حاليا الهدف يكون تنفيذ الأحكام وتأهيل النزلاء فنحن مكاننا ننفذ الحكم والأحل النزلاء في نزيلة من النزلات ما شاء الله منلمة باللغة الإنجليزية فاخترحت علينا أنها هي تدرس باقي النزلات اللغة الإنجليزية حقيقة أعجبت جدا بالمعرف اللي مسوينا النزلات تسعد أنه في دبي بالأخص السجن اللي احنا زرنا هذي المؤسسة أنه قاعدين يعلموهم هواي أشياء كل المنتجات اللي قاعدين نشوفها هنا في دبي أو برد برب ممكن يشتريها من خلال موقع شرتة دبي ماذا تفعلون الآن؟ لا أعطي ملعا ملعا؟ نعم 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 عرفت انك تعلمين البنات هنا اللغة الإنجليزية؟ بدرست داخل العنبر وخارج العنبر ماشاء الله الحمد لله جاكي عفو وإن شاء الله حتى تتلعي قريبا I'm very happy for you وإن شاء الله ترجعي وتسوي أشياء حلوة لبلدك وللإمارات إن شاء الله إن شاء الله Thank you so much شاء الله يحفظك شنو تغير في حياتكم من وراء قاعدتكم هنا شنو اللي حاسين نظرتكم للحياة المستقبلية في عندي أمل وفي عندي يعني يتطلع للقدام على المستقبل بكارل إنو عندي ولدني عايش في مكان يعني الحمد لله يعني عم يتعاملوا معه بشكل جاية بحلال يعني يقوم أمل أو يشير هذا المكان ترك بسمة إيجابية للحياة لك إنو لما بقى على البدر ما أحفكر آه أنا مستطيع هذا المكان وأنا 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 ما أحفكر بالعبس أنا أضيت أيام يعني يمكن ما أحدا بتشوى أنه يرجع له الأيام بس بالنسبة إيلي أنا أتعلمت يعني إنو لايك تسكول إنو وقت إيلي في مدرسة أنا عم تتعلمت إيام يوم شفت نزيلات مضيفات جداً هنداماً وشكلاً وحتى في محادثتهم في كلامهم تهديب خطير جداً ناس عتحسهم إنو وعيين هما وين؟ وعيين إنو هما في فترة عقب إنو قاعدين يتعقبوا بس بنفس الوقت شفنا أشياء كثير كا تساعدهم على إنو يغيروا حياتهم قلت لي روح يا مسكيني مينما يروي العادشان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة